وأخيراً أصبح جيميناي 2.5 Pro Experimental موجود داخل الواجهة الرسمية لموقع جيميناي.google.com وحنستخدمه النهاردة مع بعض بشوية تجارب طبعاً احنا عارفين أن جيميناي 2.5 Pro متميز في الأسئلة الخاصة أو التاسكس الخاصة باللوجيك أو التحليل وأيضاً الأسئلة الخاصة بالماث والأسئلة الخاصة بالكودينج وحنجربه النهاردة من خلال Canvas ودي الميزة الموجودة داخل الموقع الرسمي وحنقدر بها نقيم بشكل أكثر دقة يلا بينا نجرب النهاردة مع بعض جيميناي 2.5 Pro ونشوف إمكانياته من خلال الموقع الرسمي يلا بينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة كل عام وحضرتكم بخير بنسبة عيد الفترة المبارك أعدوا الله عليكم بالخير واليوم والبركات والنهاردة مع بعض مع فيديو جديد بنتكلم فيه عن جيميناي 2.5 Pro Experimental واستخدامه داخل الموقع الرسمي جيميناي.google.com حطركم رابط في الوصفة أسفل فيديو ويلا بينا مع أول تاسك معنا النهاردة وهنا عشان الوقت حبيت إن أنا يعني أكون سريعة معاكم شوية هستخدمه في عملية التحليل لكن السؤال الأول اللي أنا سألت فيه جيميناي 2.5 Pro إنه هو يعملي عملية تحويل لتطور مجموعة علي بابا وطبعاً أنتم عارفين شركة علي بابا اللي تم تأسسها عام 1999 على يد جاك ما واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية وبدأت إنها المجموعة دي تعمل شركات زي علي بابا كلاود واللي تميزت في مجال الذكاء الاصطناعي بآخر نموذج اتكلمنا عنه عن القناة أو على القناة 2.5 أمني اتكلمنا عن هذا النموذج كان أحدث إصدار من ال Open Source Models اللي أصدرتها شركة علي بابا كلاود لو حابب أن أنت ترجع لي الفيديو فهو الفيديو الأخير قبل هذا الفيديو على القناة أوعدك أن أنت حتستفيد منه أنا عايزة أنه يحللي كيس ستادي دي بقى بتاعة علي بابا عايزة أدرس المنصات المختلفة كمان يعمل لي تحليل السوات أناليسيز الخاص بمجموعة علي بابا يكلمني عن الاستراتيجيات اللي بيستخدمها علي بابا وإزاي الشركات التانية تقدر أنها تستفيد من مسيرة نمو علي بابا ابتدى أنه هو thinking لأنه هو thinking model وابتدى أنه يديني النتيجة النهائية تحليل شامل لتطور مجموعة علي بابا أعطني مقدمة رؤية تأسيسية ومعالم استراتيجية وطبعاً بيديك هنا اللينك الخاص بالموقع وأيضاً هيبتدي يديك كده سنة 1998 حصل 2003, 2004, 2005 شايف الموضوع منظم قد إيه ومكونات نموذج عمل علي بابا والمنصات الأساسية الخاصة بعلي بابا وابتدى يديك تحليل السوات أناليسيز اللي هو نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهديدات بعد كده الاستراتيجيات الخاصة بالتوسع العالمي وأيضاً الدروس المستفادة من مسيرة علي بابا والخلاصة بمنتهى البساطة مركز على المهم في الكيس استادي اللي أنا طلبت أنه يعمل لها عملية تحليل أعطتوش أي لينك ده ممكن طبعاً تديره دراسة موجودة على الإنترنت تديره لينك بتاعي هيعمل لك أناليس ولكن أنا هنا طلبت منه أنه يعملي أناليس من خلاله هو شخصياً ومن خلال السرش اللي هو هيعمله بعد كده فتحت الكانفاس علشان يعملي مخطط لتطور مجموعة علي بابا فعطاني كود HTML و CSS و JavaScript لو رحت كده للكود وعطاني preview عملية بقت منظمة أكتر رؤية تأسيسية المعالم الاستراتيجية الرئيسية بعد المعضاء يعني قدامي الموضوع الملخص ومركز لموزج العمل والمنصات الأساسية بتاعته وتحليل الصوات اللي هو نقاط القوة نقاط الضعف الفرص التهديدات الموضوع concise ومركز وأفضل ودروس المستفادة اللي ممكن تستفيد منها الشركات الأخرى تعال نشوف مثال آخر هروح أعمل نيوشات وحبتدي أسأله سؤال في رياضيات farmer has 17 sheep and all but 9 run away how many sheep does the farmer have left من أول كده مرة بتبص ليه هذا السؤال هتفتكر إن فيه 9 هربوا فتقول آه 9 هربوا فيه من السبعتاشر يبقى الباقي قد إيه جبقى الباقي 8 ولكن الحقيقة إن اللي فاضل 9 لأن كلمة all but none run away معناها إن كله هرب مع ده 9 فإذن الباقي هو 9 فهنا لو أنا دست أنت هشوف حال حيفهم السؤال ده ولا لأ حيبتدي يفكر ويقول لي the phrase all but none run away معناها إن 9 didn't run away 9 ما هربوش التالي الإجابة اللي ممكن يعني يخطئ بعض النمازي فيها إن يقول لك إن 8 اللي موجودين لأ هو 9 اللي ما هربوش وبالتالي 9 sheep left ودي إجابة صحيحة تعال نشوف حاجة تانية خد بالك طبعا في استخدام 2.5 برو بس حبيت ننبه إن دليك عدد معين في اليوم فإنت هنا تقريبا لك حوالي 5 مرات تسأله يعني ممكن حتى فيه التسك الواحد لو سألته أكتر من سؤال هو بيعد عليك كده فبالتالي أخد بالك من هذه النقطة عشان يعني تستفيد بيه عشان ما تفقدش المرات اللي إنت بتستخدمها تستخدمها بشكل صحيح هنا حبتدي إن أنا أسأله وأقول له write طبعا فعل الكانفس متنساش write a python function that checks if a number is prime الprime numbers بيابل اسمه على نفسه على واحد ومش بيابل اسمه على أرقام أخرى عشان يدينا يعني رقم صحيح وحبتدي إن أنا أدوس enter وشوف حيامل معي إيه في الكانفس طبعا المفروض إن هو حينئني لي الكانفس زي ما إحنا شايفين والميزة بقى إن هو بعد ما يتم إنشاء الكود حتبتدي إن أنت تاخد الكود ده تأكسفورت توكولاب لكولاب علشان دي بيئة مناسبة لتنفيذ البيتون كود هنا حبتدي إن أنا أقول له export توكولاب حينئني على طول على الكولاب هنا حيقول لي open colab أو حيقول لي الأول open colab فحفتح فيه الكولاب وحبتدي أدوس run للكود ونشوف مع بعض دلوقتي الفونكشن هنا بيقول لي is 17' true is 10' false نعطني الكود ونفزه لي زي ما إحنا شايفين وبالتالي السبعتاشر true prime لأنه هو بيقبل الإسم على نفسه 17 على 17 واحد و17 على واحد العشرة false طبعا لأن عشرة يقبل الإسم على نفسه على الواحد وعلى الخمسة وعلى الاتنين وهكذا إبقى إذن هنا هو نفز لي الكود زي ما إحنا شايفين وطبعا هنا الطريقة تعتبر حلوة جدا لأن أنت هتتنقل للكولاب فهتشوف التنفيذ على طول مش هتحتاج تروح لأي environment بره علشان تشوف التنفيذ الخاص بالpython code وحنرجع نفعل الكنفاس مرة تانية وهنا قلت له أعملي educational platform اسمها info tech for you باستخدام الHTML والCSS والجاوا سكريبت وقلت له أنه يكون الـ user friendly الشكل بتاعها أو الweb site والweb site يكون effective variety وعطيته المواصفات الخاصة بالفونت وكل ما أريده داخل هذا الweb site وحبتدي أن أنا أدوس enter ونشوف تنفيذه داخل الكنفاس حيبتدي يفتح داخل الكنفاس زي ما إحنا شايفين وحيكون هنا في preview فهنشوفه على طول مباشرة بعد ما يخلص الكود أو كتابة الكود وحتى لو بياخد وقت من وجهة نظري في كتابة الكود أنا مش محتاجة السرعة أنا محتاجة النتيجة تكون صح أو دقيقة فأنا مش هيفرق معي هنا بياخد وقت تعدين وهم يدين نتيجة مظبوطة خلص الكود ونفذ زي ما إحنا شايفين النتيجة عاملة زي هنا الكاتيجوريز بص ويب ديولومنت داتا ساينز كلاود كمبيوتر هنا سرش كورسز في لوجن التسجيل ساين أب what do you want to learn اكتب data ساينز يظهر عندي data ساينز هكتب مثلا AWS كلاود هيظهر عندي وهنا info tech for you هنا هتحط about us courses contact privacy حاجة في المنتهى الجمال بصراحة زي ما إحنا شايفين فيه تنفيذه للكود سؤال تاني هنستخدم في جيميناي 2.5 برو وهفعل الكمباس وحط له منه يديني infographic والinfographic ده عن تمثيل الضوئي وطلبة منه ايه بالظبط وحادوس انتر طبعا وأكيد هيعمل كود ومن الكود هيعمل preview للinfographic هنشوف مع بعض دلوقتي الناس اللي بتقولين انت بتركزي قوي على الكود برغم ان انا مش برو جرامر ولكن القوة النماذج الذكاء الاصطناعي بتظهر جدا في الأسئلة الخاصة بالكود الأسئلة الخاصة بالرياضيات اللوجيك حاجات دي بتبين قوة النموذج ده infographic how plants make food زي ما إحنا شايفين overall recipe يعني مسمينها كده وآدي التفاعل الكيميائي هنا ingredients وال two stage process وعملها بصراحة في منتهى الجمال تقدر انت تعمل share للcanvas من خلال link link copied وتفتحه copy link وهبتدي بس انسي افتحه هنا في new tab عشان يكون بالشكل انتو حتشفوه دلوقتي بالمنظر ده نشوف مع بعض آخر سؤال النهارده هنا حسئله اقول له write an essay about the effects of social media on teenagers تأثير social media عن المراهقين في 500 كلمة the content should be written in academic tone يعني اتكلم في academic tone and include an introduction by the paragraphs and طبعا conclusion في الاخر we discuss the positive and negative effects وحدوث ممكن طبعا افعال canvas عشان اقدر اعمل edit على assignment وحدوث enter انا بحس ان معظم النمازج في الفترة الاخيرة في الكتابة الابداعية هما كويسين يعني فاعتقد ان برو اكيد هيكون النتيجة بتاعته جيدة جدا زي ما احنا شايفين عطاني عطاني introduction ال positive side والnegative side وفي الاخر عطاني conclusion وانا هنا حددته بخمسمائة كلمة هو ما يدرش يديني اكتر من خمسمائة كلمة زي ما احنا شايفين ان البعض هيقول لي انت الassignment قليل عدد الكلمات فيه انا قلت له not exceed الخمسمائة كلمة فبالتالي هو مش هيزود عن الخمسمائة كلمة وفي نفس الوقت هيديني اللي انا طلبته انا طلبة منه انه هو يديني ال positive وال negative effects هو عطاني introduction وال positive وال negative وفي الاخر خلاص عطاني الخلاصة ال impact بتاع السوشيال ميديا بشكل عام زي ما احنا شايفين في اخر بوزقية طبعا تقدر داخل تغير يعني تخلي اللي انت عايزه bold docs as a new document تقدر تعمله تصدير لجوجل docs وده كان اختبار جيميناي 2.5 pro داخل جيميناي google.com اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة على قناة info tech for you ازين بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش like وشيروا كومنت دومت وفرعيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته